اشتركوا في القناة وبنية تحتية متطورة بمعايير عالية فضلا عن تطوير 15 موقعا اسلاميا وثقافيا في العام نفسه مع تأهيل وتحسين مواقع تاريخية اسلامية وثقافية في مكة والمدينة مما سيعزز من مكانة المملكة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن نظرة مستقبلية تتزامن مع المؤشرات الحالية اذ كشف البرنامج في تقريره السنوي لعام 2023 تجاوز أعداد معتمري الخارج 13 مليون معتمر بنسبة الزيادة بلغت 58% في أعداد المعتمرين من الخارج في ذات العام جهود تتوالى لتحقيق الأهداف المرجوة في زيادة استقبال ضيوف الرحمن سنويا إذ تتطلع المملكة إلى استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030 عبر إجراءات سهلة وميسرة وحلول فعالة ومبتكرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين ترجمة نانسي قنقر